موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا أستضيف اليوم في الستوديو الكاتب السياسي الأستاذ جوزيف أبو فاضل أهلا وسهلا بك أستاذ جوزيف أبو فاضل في ستوديو الميادين أبدأ معك سؤال بشكل عام عن موضوع رئاسة الجمهورية يعني لرئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري اليوم تصريح في صحيفتين لبنانيتين يقول فيها بأن الرئيس سيكون نوويا نووي تحمل معاني كثيرة صحيح بس يعني ربما الرئيس بري بخبرته و بعلاقاته وكأستاذ يعني يدير أركستر مجلس النواب بشكل جيد ربما يقصد أنه نتيجة اتفاق الإيراني مع الدول العظمة وهو اتفاق نووي حول موضوع نووي في إيران أنا بقايده إلى حد كبير لكن أنا ما بقول أنه رئيس جمهورية في لبنان عندما يتوقع الاتفاق النووي لغري سوف ينتخب رئيس هاي بترجع للمزاجية الدول ولوضع لبنان إذا كان الرئيس يعني ما قاله إذا كان الرئيس بيقدمه بيأخر باللعبة لأنه الوضع هو الوضع العام في لبنان ووضع سني شيعي ولسا وضع لا يوجد وضع مسيحي مع أنه أنا مسيحي ولا يوجد وضع يعني الوضع الأساسي في البلد وضع سني شيعي وضع يعني فيه هنا تكمن المعضلة في موضوع رئيس الجمهورية نعم أكيد وطبيعة الحال لأنه اليوم الحوار عم يحصل عند المسيحيين ولو نجح الحوار يعني أنا ما بقول أنه بينجح حول موضوع الرئيسي بس عم يتحور وطبيعة حال يختير يعني العماد مشال عون ولكن في جزء بسيط من موضوع الرئيسي ممكن أنه الحوار المسيحي المسيحي يطرق له وهو أنه القوة تقتنع بأنه مثلا بيق العماد مشال عون رئيسا للجمهورية يعني هيك مصر البشوار بيكون القوات بيطنعوا أمتى بيطنعوا القوات يعني اللبنانية بالجنرال عون رئيس الجمهورية عندما بتجي التسوية بتسمي مشال عون رئيسا للجمهورية أما التسوية إذا سميت غيره القوات بيقولوا إحنا مشينا معك بهالموضوع ولكن عندما تجي إجي التسوية يعني كلهم سوا نقوا غيرك نحنا مضطرين نمشي بس نحنا كنا هنا عم يحكموا مع بعضهم ليصالوا يوما أنه إذا صار في تسوية بيكون مشي الحال وبنفس الوقت بيسكروا طريق على كل المرشحين الآخرين يعني ما تروح أسمه نعم طيب حضرتك عم تقول أنه الموضوع أو كما أشار رئيس نبيهوري الموضوع نووي ومتعلق باتفاقات وتسوية ممفاوضات إقليمية ولكن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي يقول عكس ذلك يعني يقول أنه فليجتمعوا الحق على 8 أذار يعني المسئولية يتحملها فريق 8 من أذار بأنه حتى الآن لا يوجد هناك رئيس للجمهورية ولا علاقة للربع عشر من أذار به فليتفضلوا إلى مجلس النواب وليعقدوا الجلسة وينتخبوا رئيسا ستنا هذا كلام روتيني يعني الوزير أشرف ريفي وقد كان لواء مدير عام قوى أمن الداخلي بعدما بعدها طلعت تقاعد وعين وزير العدل في لبنان بعضوا بالع الأسطوانة زيتا نفس النغمة هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر بالعكس يشنج الوضع في لبنان وكأنه بالكلام هذا يطلق النار على الحوار الحاصل عند الرئيس بر في عين التيني بين طيار المستقبل وحزب الله هذا كلام يعني فيه يقول أنه مسؤول أو مش مسؤول لا الكلام هذا برأيه لزوم ما لا يلزم بس رأيه وعن بيقوله نحن نحترم كل الناس نحن بلد ديمقراطي لكن هذا الكلام هو يعني اللي يقول للناس أنه أنا هنا وكلنا نعرف التنافس الحاصل داخل طيار المستقبل يعني ويراتة الرئيس سعد الحريري وهو حي على صحيح رئيسة الحكومة المقبلة باعتبار إذا ما صار فيه تسوية كيف سيارته لكن هناك يعني المعلومات تقول بأن سعد الحريري عائد رئيس حكومة يسعى بذلك لأنه وضع الموضع المملكة العربية السعودية وضعه بالمملكة قد اختلف قليلا وهنا كل المسؤولين في لبنان لون السسناء ما بيصرفوا من جابتهم بيصرفوا من الدولة يعني بيجوا بيصلموا الدولة وهيدي يعني فيه جبنة بيتقصموها كلهم عن تقصد بأنه سيكون رئيس الحكومة قبال الانتخابات النيابية ليتم الصرف من الدولة مثلا عن هذه الانتخابات؟ كل شيء أكيد إذا معهم مليارين دولار سعد الحريري بيدفع منهم مليار دولار من جابته شو بيعمل بعدين؟ ما يعني إذا عم نحكي إذا معهم مليارين الانتخابات كلها تحصل لأنه يكون واحد السلطة لأنه السلطة يعني بتجيب له المال كلهم سوا كل رؤساء الكتل دون استثناء بـ 14 و 8 عم بيحكي أنه أنا بجي أدفع من جابته لا كلهم حتى النفايات رح يتقصموها يعني كل شيء في لبنان هذا لبنان طب هذا الملف يعني ملف النفايات النووي ليس بجديد على لبنان نفايات مش نووي النفايات طبعا لا حتى أنا عم بحكي عن ملف النفايات الكيميائية المكتشف المكتشف يعني طالما أنه هناك قبل أن تحدث عن موضوع سوكلين أنه هذا الملف ليس بجديد يعني هناك أيضا قوات اللبنانية سبير جعجع شخصيا على ما أعتقد دفن بعض النفايات النووية هكذا يقال في شنين عير من زمان خلال الحرب الأهلية ولكن هذه المواد تبقى مشاعية ولا تموت أكيد وقد تكون وصلت إلى المياه الجوفية مهانا هي أصلا حتى بمار شعية يعني حطوا دخان كيميائية وشتت الدنيا نزلوا من نهر أنتلياس ألوان بألوان يعني حين أقيل بأنه النهر بيروت أصبح لا أنتلياس هذا نهر لأنه برمانة بصير برجع على امتداد يعني نبايا بصليم أنتلياس فنزلت المي نبيع الفوار و المنطقة كلها نزلت دغري ألوان بألوان يوم عرفت يعني القصة أنه شجر سنوبر بمحيط دار مار شعية كله يبس يومها يعني كل الأصفل كان يجي وما يبسوا حطوا يومها أشياء كيمائية كيمائية ويبسط المنطقة ومسؤولين للقوات يوم تحطوها وبالتالي يعني ما كان في حدا غيرهم بالمنطقة هن مسؤولين كانوا طب حدثتك كمحامي يعني هذه جرائم ألوان تعتبر جرائم مستمرة أم أنه يعني تصطب تقادم الجريمة المستمرة عندما أنه واحد بيرجع بيعملها تاني مرة يعني خلصت العملية بيرجع بيقوم بيعمل جريمة تانية تتواصل مع الجريمة السابقة عندها ساعتها يقال عنها جريمة مستمرة أما جريمة يطلع يمر عليها مرور الزمن العشري إذا كانت جناية أو مرور الزمن السلاسي إذا كانت جنحة تسقط وإذا ما صار في تواصل بين الجناية الأديمة والجنحة الأديمة مع الجناية أو الجنحة الجديدة يسقط موضوع أقصد أن هناك جرائم ضد الإنسانية المجازر التي ترتكب هذا النووي هذه الدول العالم الثالث أو نحن يضحكوا علينا يقولون أنه العالم الثالث لدينا نامية يعطونا غير دفع معنويات نستقبل النووي كل بلد يرضخ لما هو موجود عنده الأوانين ما فيك تقولي أنه اليوم الجيبون من إيطاليا المواد الكيميائية ومن غير بلدان بإيطاليا حكمهم شيء وما عملتهم شيء وطريقة دفنهم شيء وهون أحكامهم القانونية شيء كذلك وكل شيء يعني نحن نخضع الأوانين اللبنانية ما ينطبق بهذا الموضوع الأوانين اللبنانية واضحة وصريحة قوانين الوكال الدولي للطاقة النووية الوكال الدولي للطاقة النووية لا إذا كان فيه جريمة يعني استعمل هذا الشيء لضرب الإنسان بشكل يعني عمدا عن قصد يعني كما عملوا الأمريكان بين هيروشيما ووناكا زاكي يعني هاي جريمة العصر آه طبعا جريمة الميل سنة ما كان بعد شيء ما في شيء لا حتى لو كان فيه مبارح 98 طلقت محكمة روما 1998 لكنها ما بتلحظ الإرهاب فلذلك عملوا محكمة خاصة بلبنان بموضوع الرئيس رفيق الحريري يعني هناك اختلاف من موضوع إذا مفوض موضوع الإنوني يعني موضوع متشاعب جدا طبعا موضوع متشاعب موضوع مزاجي لحد ما ونسب كتير يعني أيضا كما في لبنان كما في كل دول العالم على كل حال نتابع الحديث عن الوضع اللبناني والإقليمي ولكن بعد أن نستمع إلى عنوين الصحف إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم نتابع أهلا بكم مشاهدين نبدأ هذه الجولة من العراق مع صحيفة الصباح وفي عنوانها الأول القوات الأمنية تقتحم تكريت سيطرت على حي القادسية والمستشفى العسكري وشارع الباشا إلى الكويت مع صحيفة القبس ونقرأ فيها لرجان مبادئنا تناهض الهيمنة والإمبراطورية الغانم عبرنا عن المخاوف من النووي الإيراني مصر التفجيرات تتصاعد ومقتل سبعة من الصحف اللبنانية اخترنا صحيفة السفير وفيها حرب الصلاحيات تهدد الجمهورية مع الرئاسة هيئة إدارة الكوارث تناتش طائفي حول المرجعية أيضا في السفير هل من بحر لداعش يمر عبر القلمون المشهد يتبدل من فتوى السستاني إلى معركة تكريت إلى مصر مع صحيفة الأخبار وفيها استشهاد مجند ومدني وإصابة 52 في تفجير سيارة فنتص هجوم انتحاري على معسكر الأمن المركزي بسيناء من الأخبار المصرية إلى الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي تأخر التوافق مفتعل ويخدم مؤامرة تدمير اليمن دعا إلى تصدي للأخطار الحقيقية المحدقة باليمن مصلحة دول الخليج تكون مع الشعب اليمني وتطلعاته لا وأدها الشهداء ليسوا ضحايا بل رجال مشروع تخليص الأمن من الظلم والهوان المجلس الوزاري العربي يجدد التزامه الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله قرر القيام بتحرك عاجل لوقف التصعيد السياسي والإعلامي ومن الأردن نقرأ في صحيفة الدستور شورى الإخوان يقرر استكمال مناقشة قانون الجماعة وتعديل تشكيل التنفيذي والشورى ذنيبات لم نطلب الاعتراف من التنظيم الدولي ولا علاقة لنا بالخارج ختام هذه الجولة من سوريا مع صحيفة الوطن 350 قتيلا حصيلة عمليات الجيش الأخيرة في حلب بعثت ديمستورة تغادر المدينة دون لقاء المسلحين وفلتان أمني لدى داعش بمدينة الباب الجيش يحرز تقدما جديدا في التضامن وريف السويدة تفاعلات بيت سحمسة تغير الوضع جنوب دمشق وعبد المجيد يتوقع حصول تسويات بالأسابيع القادمة وفي الختام موسكو ومدريد تفعيل المصالحة بالترافق مع مكافحة الإرهاب بالمنطقة مؤتمر حول الأزمة في نيسان المقبل وفاريس تدعو مجلس الأمن إلى مناقشة وضع الأقليات مع هذا العنوان نصل إلى ختام هذه الجولة نعود الآن لمتابعة برنامج آخر طبعة أستاذ جوزيف حرب الصلاحيات تهدد الجمهورية مع الرئاسة برأيك هل هناك حرب جديدة سوف تكون مرحلة لقبيل أو قبل انتخاب رئيس الجمهوري هي صلاحيات رئاسة الجمهورية؟ ممكن ينعمل سيناريو أنه قباء يعني بس تستوي العملية يقولوا خلاص معت فينا كفة بلنا مختلفين على الصلاحيات ساعتها بصير في حاجة لانتخاب رئيس بس يعني بتكونوا مفرضت هلأ اليوم في ناس مع الصلاحيات في ناس تضي الصلاحيات أنا شخصيا يعني بقول شغلة أنه أنتوا كم مسيحيين ما اتفقتوا على رئيس وأنتوا عم تقولوا الوضع أنه هذا الوضع الرئيس مسيحي بقى شارفوا اتفقتوا على رئيس وقال لا فبدوا يمشي البلد روحوا طبقوا المادي 65 ومشوا يعني على مش مجبور يقف البلد كرمان المسيحي أو كرمان المسلم هذا البلد في كل الطواف أنا عم بحكي الوضع بتجرد يعني أنا ما عندي مشكل في هالموضوع فلذلك المادي 65 بتقول تنتقل صلاحيات رئيس جمهورية إلى مجلس وزراء مجتمعا عندها خلو سدة رئيسة سدة رئيسة يعني قد ما فيه أحد وبالتالي يعني ما فيه أحده هلأ وقت كان مشانس لما ما فيه أحده كمان وبالتالي أنه الوضع ماشي البلد بدون يمشي وينتعش اقتصاديا والعالم تعيش وكل شي ونفس الوقت بيقول لك نحنا بدنا صلاحيات أنا ضد شغلي ضد هذا الموضوع أنه في وضع خاص ما فيه رئيس ما فيه رئيس أنتوا اللي عاملين مشكلة بموضوع الرئاسي تفضلوا مشوا البلد تكنتوا انتخبتوا رئيس فيه مسؤولية على الفرقاء اللي ما بدون رئيس مما كانوا يكونوا أنا مواطن بدي حوقي من الدولة أنا عم بدفع كمكلف عم بدفع المعي ولا علي بس استاذ جوزيف يعني حضرتك تقول أنه هذا الملف هو مرتبط فعلا بملفات إقليمية خارجية صحيح هل هناك من قيمة لرغبة ولا لإرادة الداخل سواء أراد أو لم يرد ستنا فيه موضوع ويكون فيه مادة دستورية تنفس هلأ الداخل إذا أراد أمرنا يرد هي بتصير عملية هو واحد هو وأنا عادته هو وشو عم يحصل مجلس وزراء من شد حبال حول يعني خلنقولها بصراحة صلاحيات صلاحيات رئيسة جمهورية أكتر من هك حول عمليات يعني بالتراضي هناك مشاكل داخل مجلس وزراء طول عمرة تبقى بالتراضي بس هلأ اليوم هني عم بقوله يعني كل شيء بقوله لك أنه ما فيه رئيس جمهورية طبعا أنتو يعني السفاءات ماشية والرئيس يعني ما عنده صلاحيات بقوله هون شغلي أنه رئيس جمهورية بحال كان موجود وأنه حضرة فترقصها وبيعملوا جدول عمال مع بعضهم الممتاز بس اليوم في شيء أهم من هذا كله عندما تنطقل الصلاحيات كلها لمجلس وزراء على مجلس وزراء أن يقوم بهذا العمل عمل كأنه رئيس جمهورية موجود هلأ إذا ما فيه رئيس جمهورية أصبحت المسئولية على مجلس وزراء يعني ما فيه حدا يعني يتنكر لمسئولياته ويقول أنا مش متفقين ببعضهم يعني المسيح يقول أنا بدي رئيس بس اليوم البلد ماشي بلد رئيس لأنه رئيس جمهورية ما عنده صلاحيات مثل اليوم يعني الدكتور سامير جعجة قائد القوات البنانية رح عمل عملية طويلة عريضة وأعلن برنامج برنامج طويل عريض كذا أول شيء هاي غلط كلها سوا ليش غلط لأنه رئيس جمهورية لا يستطيع لا برنامج لا أول لا يستطيع أن ينفذ برنامج ولكن هناك فيه سابقة في هذا المجال يعني بطرس حرب أيضا يعني كان داوم على هذه البدارات ستنا هاي معلها إيمي لأنه رئيس جمهورية بلبنان لا يحكم ولا هو يعني ما في نفذ اللي بيوعد فيهم يعني هناك إذا وزير قاله لا ما يمشي المرسوم يعني ما في يقول أنا عندي مشروع وأنا طرحت مشاريعي وهذا برنامج عمل يمشي فيه برنامج عمل لا يقدم ولا يؤخر لأنه لا يستطيع أن ينفذه إلا إذا كان موضوع يعني ما تروح علي من قبل أحد فالمفروض علي إذا كيف لماذا قام بهذه الحركة سمير جاء استعراض يعني إعلامة ولزوم ما لا يلزم أنا برأي أنه ما بتفيد يعني أنه عنده مشروع بس هذا المشروع ما في طبق لأنه ما عنده صلاحيات نحن بنظام برلوماني ما أنا بنظام رئاسي شعبوي لو طالع من الشعب أو ينتخب من الشعب و لو نكن نظام كان لازم يطرح مشروع ولكن عندما يطرح من الشعب تشوفي إذا بيقبلوا غير طواف كمان كون الجمهوري ينتخب من الشعب ويصبح شرعيته يعني شرعيته من الشعب مستمد هل يقبل المسيحيون في البداية هل يقبل المسيحيون بداية معلوم بيقبلوا الجنرال عون جنرال عون طرح هذا الموضوع برأس كان هو المبادر إلى طرح هذا الموضوع بس هي سيف زوحدين حتى على الجنرال عون ربما كتير ما يطلع جنرال عون يطلع بحد غيره يعني بس جنرال عون عم يطرحها يعني لأنه نتاج انتخابات 2009 طلت الأكسرية الشعبية معنا والأكسرية نيبية مع 14 دولار ولكن هكذا حضرتك يالي تتهم الجنرال عون يعني لم يكن ضامن للنتيجة لا يطرح هذا الوضوع الدموطراتي أنا حريص على الموضوع حريص حتى على هذا الطرح لأنه الطرح اللي يطرحوا الجنرال عون هو الطرح كل الناس بتريده وأنا أول يعني أنا رأيت ينتخب رئيس من الشعب كان واحد بحس حلو أنه رئيس جمهورية له شقف أنه بيبون عليه أنه لا أنا ساهمت بوصوله أو ساهمت بعدم وصوله وصول غيره يعني بتأثر بس أنه نحن بنقعد نتفرش وبيتفقوا النواب وهي محصورة بخمسة كتل ومن ثم بينزل يعني ولا مرة النائب كان رايح ويقول أنا بفوت على مجلس النواب وبحكم ضميري وبفوت على الصندوق أو بنت خيب لا كان الاسم أول شي لا توقع جلسة بمجلس النواب ويكتمل النصاب القانوني إلا ما تكون معروف من رئيس جمهورية صلفا فلذلك يعني هذا العمر معروف يعني ما في نائب راح انتخب رئيس جمهورية إلا ما كانت الورقة معطية لقله قبل بنهارين وثلاثة وقبل بشهر ومعروف كين من الرئيس على فكرة هذه يعني هذه هي الطريقة التي ينتخب بها رئيس الجمهورية حتى قبل الطائف يعني كان الطائف قد نزع الصلاحيات ونزع النكهة رئيس الراحل صار فيه نوع من المعركة الوحيد اللي صار فيه نوع من المعركة تقريبا حاوله وجوده أما الرؤى الجمهورية كلهم السابقين فرق على صوت يعني كانت فرق صوت صحيح نعم وصوت كان كامال جنبلات صحيح لأنه أصم صوته يوم متى أصموا بالنص بس رأي عطا الصوت رأي طلع بتاني دورة صحيح على صوت واحد نعم هذا الكلام يعني ألا يفتح مجال كما يعني سألت في البداية عن صلاحيات رئيس الجمهورية شوف رئيس جمهورية طالما هناك حديث عن أنه هناك لابد من طائف بين مزوجين جديد لابد من جمهورية جديدة وعقد جديد بين اللبنانيين نعم إذا كان هذا الرئيس الجمهورية يؤمن المناصف بين المسيحيين والمسلمين ايه معهم بس عندما بدنا نشوف المسيحيين عندما أنشئ لبنان الجديد رفضوا أنه يعني ما تكون أنه يكون كل الأفريقاء بفرد بلد 73% كانوا مسيحيين هون نرجع لبطلالك ليس لحوايق سنة العشرين اللي طلب من المفتي يكون حدوا بكل اللقاءات فيرساي وأينما كان هون إذا هذا الموضوع يؤمن المناصف فعليا ويعيد اللبنانيين إلى بلادهم بلاد المهجر ولنه يعني ولنه انتخابيا ويصير في حركة إسلامية مسيحية يعني إيجابية ما تكونش حركة سلبية ساعة واحد ممكن يعمل عقد جديد يعطي صلاحيات لرئيس جمهورية بس فيما خاص المرسوم يعني إذا الوزير شال المرسوم حطه بجراره بيوقف أما رئيس جمهورية إذا ما مده ب15 يوم بيمشي المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافس هذا شي غلط يعني يعني عندها يعني عندها تعديل تعديل بسيط يعني لأحد بنور الطائف يعني ربما يفي الفرقاء اللي عملوا الطائف ما بيتحملوا يعني بتعرف الطائف كتبوا سمير فرنجية ماروني من صغرتها كتبوا لأنه كان مع رئيس الحريري بالطائف وهو أصلا معه يعني هو وكل المجموعات عم نحكي من 25 سنة بقى سمير فرنجية سمير فرنجية سمير فرنجية يعني الأستاذ سمير فرنجية اللي هو ب14 قدار أمانة 14 قدار صحيح أنا نعم أقوله أنه يعني رئيس جمهورية في لبنان إذا بده يطالب بصلاحياته مثل ما عمل رئيس مشاهد سلامان وعلى السقف كتير شفناه أنه هل مقتنى حضرتك هكي سؤال على الهامش هل مقتنى حضرتك بأنه أحد اللبانيين فعلا هو كتب بنوض الطائف ايه عملوه اشتغلوه مع عبد حليم خدام والسعودية يومها هذا المصلة بس أين كتبوا هو الوزير كتبوا كتبوا يعني المواد بس لأملة أنا ما أقول أنه هو اخترعه لا هو سيهم باختراعه مع عبد حليم خدام ومع الوزير خلد أباني ومع السعودية أكيد في مطلب كان لتحجيم يعني دور رئيس جمهورية وسيهمه فيه كل نصبة يعني النواب اللي يومتها راحوا على الطائف يعني دون استثناء وبعدين يعني عرفوا قيمة الطعم الأكلوا وصاروا هني يقولوا الطائف صار فيه انقلاب على الطائف لك شو عامل فينا الطائف هاي كانت يعني ما في بعض نظر للموضوع وكان كل واحد يعني اللهم نفسي عم يدبر حاله إن كان مصعيد موقع أو مصعيد مادة أو مصعيد غير شي يعني رئيس جمهورية فقط هو مطلوب يعني هو اليوم رئيس جمهورية في لبنان شو بيعمل حضر فترة أسا بحطوله كرسته شوية بسانتي بزيادة على رئيس مجلس النواب برجاء رئيس مجلس النواب بسانتي بزيادة على إيسال الحكومة هلأ ما عاشي حطهن قد بعضهم صاروا بيرقى الشغلة الثانية رئيس جمهورية بيوقع يعني أوانين العفو عن البدوية بيقدر يطلعوا من السجن في منهم رئيس الجمهورية تقبضوا مصاري مش عم بحكي عن رئيس لحود رئيس لحود ما تعاطب الشغلة ولا جنس عييمه وبالتالي بيرجع عندك رئيس جمهورية استقبل السفراء ومن بينهم عمر كانة أخذ منه اعتماده فالله ما عاشي جل عنده بالعكسر يبعطوا له تحييات دولية يعني هني الرئيس الجمهورية ما عنده صلاحيات يعني ما فيه يطلب منه مثلا لا بيحقل له مثل إيام العبل يحل مجلس النواب لا بيحقل له مشكل الحكومة ماشي يعني أيضا كانت صلاحيات أيضا صلاحيات مطلق يعني يملك ويحكم لكن المارونية السياسية في لبنان انتهت التهد بالسرقة وعلى ما هنالك وما عارفوا اشتغلوا يعني وخطأ كبير خطأ كبير انه ما عارفوا حافظوا على لبنان ولا عارفوا يعني عارفوا قيمته وكانوا عم يشتغلوا مختلفين بتروحها كسروا بينهم بالكزين وبتروح يعني هاي ده شغلة أنا مسيحي ماروني عم يحكيكي أخطاء يعني تاريخيها ولازم يتعلم موحد يعتبر مما أصابه لكن أصبحنا يعني ربما هذا التراجع يعني لا يمكن أن نقول أنه لم يفعلوا شيئا يعني فعلوا الكثير لهذا مسيحيين هم ساهموا في هذا البلد ساهموا بأشياء كثيرة بإنشاء هذا البلد ولكن ربما فقدوا يعني كان إلهم كثير وخاصة يعني بمرحلة السابقة وبعدين إذا تلاحظي كل الإرساليات كل الجامعات المستشفيات كذا هني جابوها ولكن لم يستطيعوا أن يحافظوا على هذا الوضع ربما كان في وضع فلسطيني متفجر ما بعرف براية قوة فعلا يعني وضع فلسطيني موجود كون أنه هناك احتلال إسرائيلي لفلسطين وتم تهجير الفلسطينيين فطروا إلى اللجوء إلى لبنان هل هذا هو أم أنه فعلا هناك كان فيه تهجير من حينها يعني منذ تلك الفترة وهناك محاولة إلى تهجير المسيحيين من الشرق يعني من الشرق وتحديدا من لبنان فلسطين حسب أي مناطق تهجروا مننا المسيحيين في مناطق ما تهجروا مننا في مناطق تهجروا مننا لأنه كان غير مرغوب فيهم يعني تهجروا فلوا وفي منظرح يعني نفذ فيهم في تلك الفترة كان هناك يعني في حرب أهلية يعني حتى ليس فقط الوضع الفلسطيني من حرب أهلية متما متما عالم فكرت يعني بس يوم متى انقسام الجيش سيهم بهذا الموضوع اليوم الأمور تختلف يعني يفترض أنه يكونوا وعيين أكتر لذلك نحن يعني نقول أنه الحوار بين الجنرال عون وسامير جعجع يفيد لكنه لن يصل إلى نتائج يعني متما عالم تفكر أو تطمح على كل حال سنتحدث عن هذا الموضوع موضوع الحوار المسيحي المسيحي وربما أيضا المسيحي الدرزي إن كان هناك يعني أيضا هل هناك بحاجة إلى هذا الحوار ولكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود ابقوا معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى جزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبع أعود وأرحب بضيفنا في الستوديو الكاتب السياسي الأستاذ جوزيف أبو فاضل أهلا وسهلا بك أستاذ جوزيف في استوديو الميادين نتابع النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى حدث اليوم إلى الحدث اليوم والتفاصيل الجمهورية اللبنانية القرارات الحاسمة أبعد من القاهرة وشرم الشيخ أجندات حافلة ومواعد محشورة من الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية تحاول السعودية أن تكون نقطة الجذب ومحور الحراك لكن التحديات الضغطة عليها أن تحمي مؤسسة القمة من الاختراق منذ زمن تطالب تل أبيب بتحويل الجامعة إلى منظمة إقليمية تضمها مع التركي والخليجي إضافة إلى العرب الآخرين لمواجهة التمدد الإيراني فهل الآن الأوان لعقد مثل هذا القيران؟ يحمل السفير الأمريكي ديفيد هيل اللبنانيين مسؤولية الفراغ لكنه يعرف تماما أن طيف سليماني ليس فقط في صنعاء أو بغداد أو دمشق إنه في بيروت أيضا ويعرف أن الصراع لم يعد حول الملف النووي بل حول باب المندب والنفط ومعابره وممراته ويعرف أكثر أن ملء الفراغ في القصر الجمهوري لا يحتاج إلى أكثر من همسة أمريكية في أذان الدول المعنية إذا عزمت إدارة البيت الأبيض ولكن أن يكون ذلك وهي المنهمكة بتقاسم جبنة المنطقة مع تهران السفير هل من بحر لداعش يمر عبر القلمون؟ هناك من يرى ملامح الخطر الآتي من الشرق إلى الغرب نحو الساحلين السوري واللبناني سيناريو مسح الحدود السورية العراقية في حزيران يونيو الماضي قائم كاحتمال على الحدود اللبنانية مع سوريا قال مسؤولون أمريكيون مرارا مع بداية الحرب على داعش إن الهدف الأمثل إبعاد خطر الدولة الإسلامية عن بغداد وأربيل ودفعه باتجاه الأراضي السورية هل يتحالف ذوبان الثلج وطوطء طيران التحالف فيدفعان نحو تسخين الجبهة اللبنانية هذا هو ربما السؤال المركزي في الأسبوع المقبلة على الرغم من أن التقديرات التي تنظر بريبة إلى تراجع سقيع الجرود لا تلحظ أيضا أن ذوبان الثلوج يسمح في الوقت ذاته للجيش اللبناني ولحزب الله بمرونة لوجستية مقابلة وحتى الآن تشير المعطيات الميدانية إلى أن المسلحين الثلاثة آلاف في القلمون لا يمتلكون لا القدرة ولا القرار لفتح معركة باتجاه الداخل اللبناني وتقول مصادر أخرى أن المناخ السائد بين قادة داعش يفيد أن التنظيم لا يملك ما يكفي من القوة من أجل خوض معركة لبنانية أو التركيز على هذه الجبهة إلا أن استبعاد الخيار اللبناني إن صح التعبير ليس قاطعا يقول المصدر المطلع ميدانيا إن أولويات داعش قابلة للتعديل إذا ما جرى فصل دمشق عن حمص أستاذ جوزيف يعني دماذا يحمل السفير الأمريكي اللبناني مسؤولية الفراغ وهو يعلم تماما يعني أين يقع القرار في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية ماذا يقصد؟ أنا مش سادة في حزب الله يعني بطبيعة الحالة لكن هو بيعرف مثل ما قررنا بالمقال بالجمهورية إنه هذا الموضوع واضح يعني أنا برأيي إنه كمان حتى يعني السفير الأمريكي يعرف إنه أكثر من أربع عواصم يعني اليوم اليوم إيران صحيحي يعني بصرفية وما كانت تتحرك يعني بكل المنطقة عندها حلفاء يعني عندها حلفاء يعني غير ما أنا أفكر السفير الأمريكي هو بيعرف تمام المعرفة إنه مثل ما كان أنه مثل ما فيه ببيروت وباليمن أنه أصبحت إيران أين مكان يعني بكل الدول العربية في إيران ما في دولة ما فيها إيران يعني أصبحت موجودة في كل مكان وكل ما يقال أنه جيش عربي مشاني قاتل إيران هذا كله كلام في الهواء يعني نعرف العرب أي دولة فيها تعمل جيش فيه ثلاث دول بيقدروا يعملوا جيوش عند العرب هني مصر وسوريا والعراق هذي كل دولة ملتهية بحالها مش بس هو كل دول العالم نحن في لبنان يعني خلينا نتخيل شغلة واحدة بس إذا كانت بس غير عرسل ماذا لو كان حوالي كل لبنان داعش شو بصير فينا مين بيستطيع أن يقف بدربهم ما نص الحكومة عنا داعش نص حكومة لبنان داعش وكل نصبها هني أسني اللي عملوا داعش وهلأ صاروا عم يطلعوا ضدها لأنه المناخ في المملكة العربية السعودية وفي الخليج هو ضد الإخوان المسلمين وضد الإخوان المستسلمين عفوا وضد داعش فلذلك يعني هناك يعني حسب الموجب يمشوا فيها لكن من أنشأ هذا الموضع أنا بدي أقوله أنه هذه الجيوش لن تستطيع في أقوى جيش هلأ موجود يعني بعده ما منهز هو الجيش السعودي حوالي 200 ألف وفي عنده كتير معدات يعني في فاق جنب طيران جهز نعم من أفضل جيوز من أفضل بالتجهيزات أفضل من رابع خامس جيش بالتجهيز بالتجهيز ولكن ما فيه يعني عندك اليمن حدوده يفتح حرب مع اليمن هل يستنزف سعودية هل يحصل مشاكل في المملكة العربية السعودية هل تسقط السعودية أيضا على باب المندب يعني أين ستورد يعني أنا شو بتعمل يعني هذا حصار هذا حصار اقتصادي نفطي لا يعني ما فيها تعمل ما فيها تعمل شي يعني إذا الأمريكان قاعدين هني والإيراني عم يتمشوا ولكن لديها أوراق يعني تستطيع أن تساوم أن تفاوض أن تبتاز بالأوراق التي لديها دائما بالحضن الأمريكي يعني اليوم لاش السعودية قامت أيامتها وإسرائيل على إيران لأنه أي اتفاق أمريكي بيحصل مع إيران صارت إيران أصبحت قريبة لأمريكا وتنازع إسرائيل والسعودية على السلطة برضى أمريكي على السلطة الدول العربية السلطة على الدول العربية اليوم إيران عندها مشروع العربي شو بيعمل العربين شو عم يعملوا ما فيه ما طيوعوا من النوم أول شي يعني ولا يمكن أنه واحد يدكل عليهم أنه جميعها أنه يعني أنه ممكن يخترعوا يعني سلولير أو ألم يعني كعرب ما بيعملوا شي إيران اليوم دولة محاصرة دولة أصبحت في كل مكان وفعلا اللي بيقول أنه إيران أصبحت حدودها من أرمينيا لحدود إسرائيل فلسطين المحتلة وهذا شيء معروف وعلى البحر المتوسط ومكان موجود إيران أصبحت موجودة في كل مكان يعني وبالتالي عليه أن يوزيها في التقدم والتطور العلمي والصناعي من يريد أن يقاتل يعني أن بارح الملك السعودي حذر هذا الحلف الذي أشار إليه الكاتب في المقال يعني أنه جمع الدول العربية ستجتمع قريبا يعني يكون لها اجتماع قال أنه إسرائيل منذ زمن بعيد وهي تقترح وتقترح وتسعى إلى أنه انضمام تركيا وإسرائيل بين مزدوجين والخليج والدول العربية إلى هذه الجامعة لمواجهة إيران هذا حلف يعني ممكن أن يكون واقع الحال أو معلن خلينا نقول ممكن يعلن لا لا هذا الحزب لا يعلن هلا الكاتب يعني أنه له حق يحلل يعني ويحكي بس أنه هذه أمنة إسرائيل بس أنا برأيي لن تصل هو ربما ببني على كلام أيضا سرب في السابق وأنه هناك فعلا حلف سعود إسرائيل تركيا فقط لمواجهة إيران هلا عم يركب بس ما ما رح يصير موضوع أنه يعني يصير في جيوش مشتركة لأنه هلا السعودية عندها يعني عندها مشكل بالأمن الداخلي وعم نشوف كلهم عم يتغزلوا بالأمير محمد بن نيف لأنه هو المستقبل له مبارح الملك السعودي حذر أنه نحن ما نقبل لعب الأمن السعودي يعني فيه شيء عم يركب للأسعودية شيء سلبي من هكي السعودية عم بترد وبالتالي هناك يعني وضع سوف يستمر بالتدهور العربي عندما تكون إسرائيل من مال مالة جنوب السوري وتركيا من مالة الشمال السوري والدعم السعودي لضرب الدولة السورية طبعا هني زيتهم هون بريدو تحالفوا وعم يقتلوا بسوريا بس يربحوا بسوريا ساعتها بيركب معهم جيش ما بيقدروا إيران ضدهم إيران موجودة بقلب البلدان حزب الله اللي عم يفكر أنه حزب أليل حزب صغير لا حزب أنه أقليمي ساعت البدو بيوصل على حلب ساعت البدو بيجي هو إلى جانب النظام ومسحفية سمحت السيد الأمين العام سيد حسن نصر الله قال لازمين قال نحن حيث يجب أن نكون سنكون يعني الموضوع بدون تحديد بدون تحديد أكيد ما بيحدد لأنه بيعرف حاله أنه ممكن تحالفه مع إيران ومع سوريا ومع الرئيس بشار الأسد ومع الحوسيين ويمكن يكونوا باليمن خلاص الموضوع تخطى هذا الوضع اليوم إيران بطلت يعني دولة مارقة وبطلت أمريكا الشيطان الأكبر يعني صار فيه فيه تعاون يعني عم يتمشى وزير خارجي البلدين الأمريكي والإيراني عم يتمشى ببحير الدين بحيرة جوني علنان بسويسرا علنان ويعني شو عم يحكوا الموضوع أصبح يعني قد تخطينا كتير الرجال الأعمال اللي عم روحوا ها إيران أمريكان وكمان هم الفرنسيين هم الأكثر صحيح ذهابا نعم يعني وزير خارجي فرنسي بيتشدد بعض الأحيان لأنه هو زود تطلعات صهيونية بس بيرجع بيتراجع هذ ما يتراجعوا كلهم ما الروسي والصيني موجودين بالتفاوض على الملف النووي موجودين بالتفاوض واتخذ قرار مجلس الأمن هل برأيك سينجز أوباما شيء ما في هذا الملف هو يحارب منها جمهوريين قبل ذهابه هو يحارب منها جمهوريين لكنه سينجز لا سينجز جمهوريين بدون هن يقطفوا النصر مع إيران مش أوباما ما بدون ديمقراطيين هاي القصة كلها ما بتفرق معهم يعني هن بدون هن يتحكي يعني هم فعلا يريدون يريدون قطف في نار هذا الملف أم أنه هناك هذا البعبع لابد أن يبقى موجودا ليستخدم كورقة وحكم في الداخل عندما يستلم الجمهوريون لو كان لو استلموا الجمهوريون بدون يضغري فورا يوعوا الاتفاق هن مع إيران ما بدون ديمقراطيين يوعوا الاتفاق هذا معروف وإني بأمريكا ما فيجي واحد يقول رئيس أنا ما بدي اتفاق معها ولو وقفوا لانتانياه وزقفوا لهذا المجرم يعني لو شو ما كان ما بيقدم ما بيأخر هالوضع بالكونغرس فيه أرار فيه دول فيه مصلحة أمريكا هي أنه تكون السوق الإيراني مفتوح قدامها وقالون بالدستور يعني لا يحق لهم أن يبقلوا صحيح كلمة أوباما أو توقيع بحظ فيته وبالتالي هناك أمر يختلف تماما عن كل البلدان إيران أصبحت موجودة بمصر وما كان في إيران وما كان في إيران موجودة بغزة موجودة وما كان موضوع الفلسطيني شو ما بدك عنوان عنوان الرئيسي وين اليوم أين حماس أين الجهاد الإسلامي في إيران حاب سنتحدث عن هذا الموضوع وأكثر وسنتحدث عن داعش وعن فضل الشاكر كل هذه الضجة المثارة حول فضل الشاكر ولكن بعد أن نستمع إلى صحف التركية إلى أبرز مجاة في بعض الصحف التركية والتفاصيل تشكلتنا كل أم تركية مليات تجديد الزواج الرياح التي أتت من رئاسة الحكومة والاستخبارات تعكس أن العلاقة بين أردوغان وخزينة أسراره حقاً فيدان لم تتأثر لكن الوضع لدى رئيس الحكومة أحمد داود أغلو مختلف داود أغلو الذي كان يرهب جداً برؤية فيدان إلى جانبه في العمل السياسي الفاعل كان الأكثر انزعاجاً إن عودة فيدان عن استقالاته التي قدمها قبل شهر وتكليفه من جديد رئاسة الاستخبارات تختصرهما جملة واحدة في سياسة حزب العدالة والتنمية لا يمكن القيام بأي خطوة رغماً عن رجب طيب أردوغان جمهورية إلقاء سلاح مقابل حرية أوجالا بعد البيان المشترك بين حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ونائب رئيس الحكومة التركية في الثامن والعشرين من شباط فبراير الماضي توجهت الأنظار إلى جبل قنديل لمعرفة جواب حزب العمال الكردستاني على دعوة أوجالا لإلقاء السلاح في مؤتمر الحزب المقبل وفي حوار صحفي قال رئيس المجلس القيادي في حزب العمال الكردستاني جاميل بايق وبيسي هزات إن الحديث عن إلقاء السلاح ليس سوى دعاية انتخابية يطلقها حزب العدالة والتنمية بايق وهزات قالا إن إلقاء السلاح سيكون مشروطاً بالذات بمطلب إطلاق أوجالا وبدورها قالت هزات إن نداء أوجالا هو بيان نوايا لا تعليمات أو قرار إياني شفق اللعبة على تركيا اللعبة في الشرق الأوسط تجري على حساب تركيا والهدف منها إيقاف تقدمها كل دولة تلعب لعبتها في المنطقة المنتدة من السودان إلى سوريا وإذا نظرنا فإننا نرى أن الولايات المتحدة في كل مكان وأن إنجلترا تدير لعبتها وفرنسا في شمال أفريقيا وألمانيا تبيع الأسلحة وإيران تسيطر على المدن التي كانت عثمانية مثل دمشق وبغداد واليمن لكن عندما يصل الأمر إلى تركيا يقولون إنها مشروع إمبريالي إنها تصفية حسابات تاريخية ولا عودة إلى الخلف وتركيا ستواصل طريقها هل اللعبة ستتوم في الشرق الأوسط على حساب تركيا أستاذ جزيف؟ بعد بكير ينحكى تركيا مدعومة أمريكيا وإسرائيليا وكل شيء ولكن بالعودة قليلا إلى الوراء لا توضح الأمور التي جرت بأن تركيا مدعومة من أمريكا لم تقم أو لم تفعل لتركيا لم تقدم لتركيا أي شيء من الطلبات التي طلبتها بشأن سوريا لا منطقة عزل جوي ولا منطقة عازلة في مفاوضات بين أمريكا والروس حول سوريا هذا الملف التركي هو بس يعني هو لاعب بإلوه لو مولها الشيء بيعمل بس هو الأمريكا حريصين على تركيا تركيا عندما توقف فيها يعني هو الكذب الكبير وقت قاله أجله أنه سفر مشاكل بالعقص هو أنه مصلحته أن يعمل مشاكل أنه أردوغان هو كلعب على أنه يبقى يرقص دائما كي لا يقع يعملوا مشاكل مع الكل لكي كل العالم يصير تتفاوض معهم يظل أنه موجود والداخل يظل أنه فيه أزمة على تركيا ولا بس طرق الحالة تركيا العرقيات فيها كان الأكراد بالعشرين مليون كانوا العلوية بالأربع وعشرين هؤلاء عدينهم في مشكل كبير بتركيا بعدين حلم السلطن العثماني نحن من 500 سنة إلى هلأ مرتحنا من تركيا العثمانيين بعد رجل لا تزال تداعيات هذا الاحتلال تداعيات هذه العثمانية لا تزال موجودة وجراء موار صحيح وتركيا احتلت كل أراضي المسيحيين ودبحتهم للأرمن ودبحت الأشورية والسريين ودبحت المسلمين صحيح وفي سنة 1881 بفتكر سلطان سليم دبح 111 ألف علوي يعني رجال كانوا يسمونه الرهبان حتى دبحوا أي مكان يعني الأتراك تاريخهم سيء جدا لأنه خدمة للسلطن العثمانية وكانوا يعتبروا حالهم دولة الخلافة الإسلامية لكنه طلعت العملية تختلف تماما هم اليوم يدعمون الإخوان المسلمين الإخوان المسلمين يضرمونه في مصر بسينة بشكل مش معقول شفنا بلاشنا نشوف نهج جديد بالتعامل داعش نتبنى وستار محمل بنزين مليان راح فجر حاله بأحدى مراكز جهاز الأمن الأمن الداخلي بسينة يعني نحن أصبحنا على بمصر القصة كتير مهمة كتير وكتير حساسة ولا يزال أردوغان مثلا إذا بيطلع ليه يحكي السيسي بيقول له ما بتسمى أنا بالأم المتحدة ما بتسمى على واحد غشار زابط عمل إنقلاب وأخذ السلطة بالصلبة أو بالقوة يعني إذا فيه واحد عم يصلبط على الناس هو أردوغان بالمنطقة هو لم يحترم أحد ويعني ولا عنده مصالح إلا مصلحة تركيا فقط ولا يموت للإنسانية بأي تباقي صلة يعني هو لا يستطيع أن يؤثر في سوريا إلا ما يطلبهم أنه الأمريكيين واللي بعد كنا نقول الحرب طويلة على سوريا شفنا هلأ أنه الأمريكيين والسعوديين عم يدفعوا والخليجيين يعني كلهم وتركيا والأمريكا هلأ رح يبلشوا يدربوا أول أدار بآخر أدار أخر الشعر معنات الحرب معارضة المعتدلة معارضة المعتدلة بكرة بيروح بينقلوا بيروح 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 عن داعش مثلا كل حال يعني هؤلاء الدواعي جميعهم يعودون إلى الدول التي جاءوا منها ما بيرجعوا ما في مجال يرجعوا هذي يعني ردد فعل سلبي ببلدانهم هم بيبقوا بسوريا الله يفرجها وبالعراق بعدين قصة يعني يعني من هذا الموضوع بس في شغلة بس بعد مات أمريك يعني اليوم يعني بسوريا اليوم بلشت الحرب إذا اليوم بلشوا يدربون يعني اليوم بلشت الحرب بسوريا أردوغان كلهم متدمير حلب وتدمير المنطقة كلها ليضعف النظام في سوريا ويستطيع بعدها أن يقسم سوريا هو والأمريكيين يعني ربما هناك بعض المناطق التي يحلم أردوغان بضمها إلى تركيا ومنها ربما أبرزية حلب رئيسية بالنسبة لألوك الأبرزية حلب الصناعية طبعا التي نافست تركيا في هذا الموضوع يعني داعش يعني هناك بعض نسمع بعض التوبات ونسمع بعض الشهادات التي تتحدث ليس فقط عن فضل الشاكر هناك يعني هناك من سبق الفنان فضل الشاكر طب هذه يعني ألا يحق لأحد أن يتوب أستاذ جوزيفي يعني التوبة يقبلها القانون ويقبلها الله وتقبلها كل الأديان وكل الشرائع هناك مناش يعني عندما يكون فضل الشاكر عم بيشارك وهو من أول ما تأسس يعني شيخ الفار أحمد الأسير عندما أسس كده شيء كان فضل الشاكر إلى جنبه بيع كل شيء ويقف حده يعني مش ويقف حده وقت عندما يكون فضل الشاكر موجود بغرفة العمليات وبيقول بيصبه ونحن فيه اثنين فطايس زباط قتلوا وبيشارك الفطايس محدد زباط أو يمكن كل حدتان نعم فطايس هو اللي قتلوا الزابتين يوم متى وهو يحمل السلاح بعدين هو كل التحقيقات بتقول رفقاته لفضل الشاكر يعني اللي كانوا معه أنه كانوا يديروا المعارك ويرعفوتوا لجوه على غرفة العمليات يعطوا الأخبار لفضل الشاكر لأحمد الأسير يعني وهو يدير إذن هو هو كان الآمر والناهي وهو اللي كان أوعز وحرض مع الأسير لا لا خنقول أمور نتمهي مع لشي مش كل واحد إلا أنا تبت من صدقه نحن مش يعني العالم يعني العالم بس كمان بنجهة نظر قانونية لنتحدث نظر قانونية كمان ما تقدر ما تصدق لا ما فيه هو أوعز وحرض والحرض وشو التحريد التحريد ما هو كان عميات أوامر يعني ما فيه هو جامع كان فيه ترسان تستيع سؤال هيك ولو عشرين شهيد من الجيش تمنى أنك تجاوب عليك تفضلي ليس مع أحد هذا السؤال ولكن فقط هيك لأنه بيأهر تفضلي هل فبل الشيك رفضع أكثر من بعض المسؤولين والقياديين ورؤساء القوى والأحزاب العملون عفوا كلهم طلعوا ما دائما حتى فيه هناك عفوا لبعض الموجودين يعني منهم سمير جعجة عنده جرائم مستمرة لا تسقط بالتقادم بلا صار سجله مثل هاي عفوا عينون الخطف القصري لا يسقط بالتقادم بلا عفوا عام لا يسقط بالتقادم عفوا عام خلص أكيد هذه ليس جنحة تتروح بعد ثلث سنين لن سند أمانة ولا شيء لا اللي كان متهم فيهم حكم فيهم سمير جعجة جرائم أتل إجاء الأينون مساح لهين كلهم الخطف الخطف القصري والإخفاء القصري كله طلق فيهم أينون عفوا صار سجله أبيض مثل سجل طفل اللي بيخلق عمره يوم هذا الموضوع أينون أنا وأنه كل شيء بيزرع مجلس النواب لو كان ياخد صفة الأينون الخاص إنما هو الأينون عام بيكون وأنا شغلهم فيه شغل فيهم وبالتالي بيطلع الأينون عام يمحي كل شيء فضل شاكر بيتحمل مسؤوليته مثله ومثل غيره يعني منه أحسن من مشاهل اسمحه وبالتالي هناك ناس موجودة بدأت تتحاسب على اللي عملته يعني وربما مشاهل اسمحه يمكن صار وجوده صار أكتر من عوبته نظراً للمادية التي يحول بها بس أنا بس مشاهل اسمحه ما عنده ظهر للأسف يعني ظهر لبناني شد فيه أين الحلفاء ما بعرف يعني أنا هاكي ما يعني ما بدي أحكي أكتر من هاك ولكن اليوم فضل شاكر ربما تكون قطر بدي أياه لأنه يبدو أنه قطرية هني وراء هذا الموضوع يبدو الحد هلا لأنه ممكن يبادلوا فيه بكرة يمكن يطلعوا القطرية يقولوا نحن بدنا فضل شاكر ومنحلح لقضية الجنود فوق معكم واحد من سجن رومي يعني فضل شاكر صار اسمه مطروح للحال حالي بس أنا معلوماتي يعني أنت توافق أنه هذا الاسم وهذه القضية ترحت بحجم أكبر من حجم الحقيقي يعني يعني تم تكبير هذا الموضوع تم تكبير أنه كان هو بشركة روتانا وكان يشتغل ويغني وكذا معروف بهالمجال هو فنان مشهور كان طبع بس اليوم هذا الموضوع ستنا يعني لو كان كبير أو كان صغير تشوفوا شو أفعاله هلا إذا كانوا بالمحكم العسكرية بدون يتغاضوا عليه القضاء العسكري يعني وبعدها تغاضي على بعض العملة يعني أعرف عملة مع إسرائيل بعرف وبيضولوا وسجلوا يعني بهالشكل هذا أنه بيروح جمعة جمعتين وبيطلع أنا معلوماتي يعني وخبرتي بهالعمر كله أنه مثل فضل الشيكر ما بيعيشوا أنا أقولك كلامي أنا مسؤول عن كلامي مثل فضل الشيكر كيف بدوا يخلص من هكذا شغلة يعني في عنده مشكل يعني يا أما بدوا سفروا من البلد يعني بدوا يأخذ عفو يسفر حتى يمكن بلع عفو يقوله صار بقطر صار كذا انتهى وضعه مثل ما جميع حماس اللي عم يفلوا على تركيا مما ضغطت سعودية على قطر فللهم على على تركيا يعني فيه أمور يعني بلبنان بلبنان يحصل نحضر بلد كل عمره مفعول به ويحصل به كل شيء وفيه كل شيء يعني شو بديك تحكي لأي يعني شو بنمنا ما يقول الراحب رحابنا هل بلد كل شيء بصير صحيح هل بلد كل شيء هل بلد كل شيء للأسف انتهى الوقت سيد جزيف أبو فاضل شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفضتنا بها ولكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة